كشف عدد من تجار المواشي في مملكة البحرين عن توفر اللحوم الحية والمبردة استعدادا لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك وتغطية حاجة السوق المحلية خلال الفترة المقبلة مؤكدين على التعاون مع وكالة الثروة الحيوانية التي تحرص على تطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية والبيطارية انتعشت حركة بيع المواشي في مملكة البحرين مع حلول شهر رمضان المبارك فيما استعدت تجار المواشي لتوفير اللحوم المختلفة عبر معروضاتها والتي استوردت من عدة بلدان لتغطية احتياجات السوق نظرا لزيادة الإغبال على شراء اللحوم بمختلفها وبأسعار متفاوتة ترضي جميع المستهلكين تجار المواشي في مملكة البحرين أكدوا على توافر اللحوم بكميات وفيرة سواء كانت المبردة أو المثلجة إلى جانب اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء طوال الشهر الفضيل وفي هذا السياق فقد سهلت مملكة البحرين على تجار المواشي ومنحت أذونات الاستيراد حسب النظام وقانون الحجر البيطري الموحد ولائحته التنفيذية وعمل الصيانات اللازمة للمحجر البيطري مع التأكد بالالتزام التام بكافة الإجراءات هذا وقد غامت مملكة البحرين بمضاعفة الشحنات المستوردة من أجل تغطية احتياجات السوق خلال الشهر الفضيل إلى جانب حجد كامل استعداداتها بحسب المتطلبات وبأسعار تنافسية من مختلف المصادر ما ينم على تحمل المسؤولية أمام المستهلكين اشتركوا في القناة